سوف نتعلم معا في هذا الفيديو كيف نقوم بمسح الباسورد المنسي لأجهزة DVR XVR من نوع EHD والتي معظمها إما يشتغل بتطبيق XMI أو NI هذه الأجهزة يختلف اسمها من بلد إلى آخر لأن هناك الكثير من المستثمرين يذهبون إلى الصين ويقومون بطباعة أسماء شركتهم الخاصة بهم لكن هذه الأجهزة كلها تتشابه لها نفس الواجهة الرئيسية كما تلاحظون هنا وتشتغل بتطبيق XMI أو NI قد تجد مثلا اسمها مكتوب Funk Vision أو Yes Original أو ما إلى ذلك من الأسماء لكن ما يهمك هو أنها تشتغل بتطبيق XMI أو تطبيق NI سوف نتعرف كيف نقوم بمسح كلمة سر المنسية لهذا النوع من الأجهزة والتي يطلق عليها في بعض البلدان الأجهزة الشعبية أو الأجهزة التجارية سوف نتعلم كيف نقوم بمسح الباسورد المنسي لهذه الأجهزة بطريقة مبسطة سوف أريكم من أين يتم أخذ الباسورد ومن أين تأخذ معظم التطبيقات مثل تطبيق CCTV سوبر باسورد وغيرها من التطبيقات من أين تأخذ الباسوردات سوف نذهب إلى الموقع الرسمي السورس الذي تأخذ منه معظم هذه التطبيقات الأكواد التي تفتح لنا هذه الأجهزة إذن لا أطيل عليكم لنبدأ الشعب إذن أولا سوف نبدأ بالأجهزة التي تعتمد على تطبيق XMI وهي الأكثر انتشارا لدينا هنا طريقتين من أجل مسح الباسورد عن طريق ما يسمى بالسوبر باسورد السوبر باسورد هو عبارة عن كلمة سر من المصنع تخول لك مسح الباسورد المنسي وإرجاع جهاز DVR إلى الإعدادات الافتراضية لدينا هنا طريقتين من أجل حصول على السوبر باسورد الطريقة الأولى هي عن طريق التاريخ إن كان جهاز تسجيل DVR XVR لديك التاريخ مكتوب فيه أقل من 2016 تقوم بكتابة التاريخ هنا وتضغط على سوبر باسورد الطريقة الثانية وهي الأكثر نجاحا وفعالية عن طريق ما يسمى بالسيف كود تكتب هنا السيف كود فيعطيك السوبر باسورد لكن من أين نحصل أولا على السيف كود نذهب إلى جهاز تسجيل خاص بنا كليك يامين بالماوس ونضغط main menu أول شيء يا إخوان دائما جربوا كما قلت لكم في فيديو سابق هذا النوع من أجهزة يأتي افتراضيا بدون باسورد جرب أن تقوم بالدخول بدون كلمة سر فإن لم يدخل فهذا يعني أن هذا الجهاز به باسورد ها هو دا كتب لي invalid password الآن كيف نحصل على السيف كود نضغط على علامة الاستفهام هنا وهو دا السيف كود مكتوب هنا هذا الرقم خمسة تمانية تمانية تسعة سفر تلاتة تمانية ستة هناك بعض الأجهزة لا يكون فيها علامة الاستفهام إذن كيف سوف تحصل على السيف كود تقوم بإدخال باسورد خاطئ لأربع مرات أو ست مرات على حسب الموضيل مثلا سوف أقوم بإدخال باسوردات خاطئة كما تلاحظون هنا كتب لي السيف كود وأنه تم قفل هذا الحساب سوف أكتب هذا السيف كود هنا خمسة تمانية تمانية تسعة سفر تلاتة تمانية ستة ثم نضغط على خيار السوبر باسورد كما تلاحظون هنا قام الموقع بإعطاء السوبر باسورد نقوم بكتابته خمسة خمسة واحد سبعة ثلاثة خمسة نضغط أوكي كما تلاحظون كتب لي لوجين والسوبر باسورد يعني دخلت بالسوبر باسورد ريستور باسورد باي ديفورد يعني سوف يرجع الكود الافتراضي للجهاز وهذا النوع من الأجهزة يكون افتراضيا بدون باسورد يعني سوف نتمكن من الدخول مرة أخرى للجهاز بدون باسورد نضغط أوكي وصوف يقوم الجهاز بعمل ريستارت كما تلاحظون رجع الجهاز إلى الاعدادات الافتراضية والدليل هو أن هذه الكاميرا من دهوة قد اشتغلت أبيض وأسود يجب أن أقوم بتغيير الاعدادات الخاصة بها أدخل هنا وأرجعها إلى CVI لكي ترجع بالألوان إذن الآن سوف نقوم بالدخول بدون باسورد كما تلاحظون يا إخواني فالجهاز أصبح بدون كلمة سر يمكنك الدخول مباشرة وبعدها يمكنك تعيين باسورد جديد من هنا تضغط على أدمن ثم موديفاي باسورد وتقوم بإنشاء باسورد جديد ولا تتركه بطبيعة الحال بدون باسورد فهذا الأمر كما ذكرنا في الفيديو السابق فهو خطير على جهاز التسجيل يمكنك أيضا استخدام تطبيق سي 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 تيفي سوبر باسورد ها هو ده التطبيق هو أيضا يقوم بمسح مثل هذه الأجهزة لكن هنا كمان يعاني بعد التحديث الجديد منه يعني أنا أعطيتكم من أين يأخذ هذا التطبيق وغيره من التطبيقات الباسوردات نضغط هنا select method ولدينا هنا reset with code save أو بالتاريخ والوقت أضغط save code ونكتب هنا save code الذي قلنا سوف نأخذه من هنا كما شرحت لكم تأخذه من هنا أو عن طريق كتابة الباسورد خاطئ لأربع مرات أو ست مرات مثل سوف أكتب خمسة تمانية تمانية تسعة صفر تلاتة تمانية ستة كما تلاحظون ها هو ده أعطاني نفس سوبر باسورد يعني ليس هناك اختلاف سوف أترك لكم أيضا رابط تطبيق سوبر سي 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 تي في باسورد في خانة الوصف بالنسبة لأجهزة الـ EHD التي تعتمد على تطبيق الـ N.I وغيره من التطبيقات الشبيهة مثل سوبر XVR XVR Pro N.I Pro الكثير من التطبيقات فأضغط على خيار VSS كما تلاحظون هنا وأكتب التاريخ الموجود عندي في الجهاز ويعطيني أيضا السوبر باسورد الذي سوف أقوم بعمل نفس الخطوات سوف يرجعه إلى الإعدادات الافتراضية وهذه الأجهزة الباسورد الافتراضي الخاص بها هو من واحد إلى ستة إذن يا إخوان سوف تستطيعون منذ اليوم أن تقوموا بمسح باسوردات مثل هذه الأجهزة التي تكون EHD والتي قلنا يختلف اسمها من بلد إلى آخر ما يهمنا هو أنها تشتغل بنفس التطبيق بفضل السوبر باسورد سوف تستطيع مسح الكود القديم وإرجاع الكود الأصلي الذي يكون فيه مثل هذه الأجهزة أتمنى أن يكون الشرح واضح للجميع وشكرا لكم على التفاعل وعلى الدعم وإلى اللقاء في فيديوهات أخرى ترجمة نانسي قنقر